السلام عليكم هنعمل النهاردة مع بعض سويس رول من غير محسن جل وهيبقى معانا طاري وهش واحسن واجمل من الجاهز وهنعرف مع بعض بديل المحسن اللي يطلع معانا الكيك زي الكيك الجاهز ويمكن احسن كمان بمراحل وكمان هنعمل صاص الكرامل علشان في الاخر كده نزين السويس رول ده بيه وبجد بيكون تحفة وزي الجاهز واجمل برضه عايزاكم بقى تجربوا الوصفات دي ان شاء الله تنجح معاكم من اول مرة قبل منبدأ عايزا اقول لكم ان لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير عشان غيركم يستفاد وكمان تشتركوا في القناة عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة وسيبودي تعريق صغير برأيكو في الوصفة ويلا بينا نبدأ على طول اول حاجة كده هنجهز صوص الكرامل بجيب كوباية من السكر بنزلها كده في طاصة مش مشكلة تستخدموا طاصة طفال طاصة الامونيوم عادي خالص اهم حاجة اني النار بتكون هادية جدا عشان ما تلسعش مننا السكر ويمرر وقتها مش هنعرف نعالجه خالص هنسيب السكر كده من غير ما نقلبه لغاية ما نلاقي ان هو ابتدى ان هو لونه يبقى بني كده ويتكرمل فوقتها هنبتدي ان احنا نقلبه كده بمضرب او معلقة خشب ودلوقتي بقى بعد ما وصل للون ده نزلت معلقتين من الزبدة اول مدابو هنزل بكوباية من الحليب وحبتدي ان انا اقلب كويس جدا اهم حاجة اني لازم تكون كوباية الحليب سخنة علشان لو نزلناها سقعة السكر اللي تكرمل ده هيكلبش معاكم ويحجر جدا ولو حصل معاكم ده قلبه برضو لغاية ما يدوب بس هياخد وقت شوية فيستحسن تنزلوا الحليب سخن بيكون اسهل بكتير دلوقتي في المرحلة دي خلاص هو ابتدى ان هو يتقل حرش رشة ملح كده بين صابعي تكون خفيفة علشان تبرز معانا طعمه ولما لاقي بقى ان انا لما بعمل كده بالمضرب بيعمل مكان وبعد كده بيضمه على نفس تاني فكده بيكون خلاص ده القوام المزبوط لصوص الكرامل بيكون معانا تقيل كده وحلو ده للناس طبعا اللي هم مش عايزينه يكون خفيف قوي واظن ان هو القوام ده مناسب للكل يعني شايفين طبعا لمعيته حلوة وهتلاقوا طعمه بجد تحفه وزي الجاهز بالزبط جربوه طريقة دي اسهل طريقة لصوص الكرامل وكمان اقتصادية من غير كريمة لباني طبعا كنا عارفين كريمة لباني غالية فاحنا عاملينه بطريقة اقتصادية وحلوة كمان هنا بقى هحطه في طبق كده وهسيبه يبرد بقى على جميع انا لما بكون عاملة من الصوص ده كمية كبيرة فبحطها في برطمانات ازاز وبشيلها في الفريزر وقت ما يكون محتاجة الصوص ده في اي وصفة فبنزلهم الفريزر يفكوا شوية وبستخدموا عادي خالص اما يوصل لدرجة حرارة الغرفة ممكن كمان تشروه في التلاجة بس انا بخاف ان هو يبوز يعني ممكن مثلا تسيبوه من اسبوع لعشرتين وبس كده بقى سيبه على جمب لغاية ما يهدى جدا شوية وحطه في التلاجة كمان علشان يتقل شوية دلوقتي بقى يلا بينا نشوف مقدير السويسرول بتاعنا النهاردة وهي عبارة عن كباية ونص من الدقيق ونص كباية من السكر واربع بيضات كبار ونص كباية من الميا ومعلقة من الخل ومعلقة صغيرة من البايكينج بودر ومعلقة صغيرة من الفانيليا السيلة تقدراتوا استبدلوها بالفانيليا التانية البودر وكمان رشة ملح وبس كده اول حاجة بقى انا هفصل البياضة عن الصفار زي ما انتو شايفين للبنات بقى اللي هي لسه مستجدة دي طريقة الفصل البياضة عن الصفار سهلة جدا للناس اللي مستصعبها يعني بالراحة كده افتحوا البضاية ولو ما بتعرفوش تعملوا كده افتحوا البضاية في قلب ايديكم وخلوا البياض ينزل بين صابعكم دي اسهل طريقة للناس اللي ما بتعرفش تفصل البياضة عن الصفار دلوقتي بقى ركمت الصفار على جنب واخدت البياض كده رشيت عليه رشة الملح وهتده ان انا اضرب كويس جدا لازم في المرحلة دي يكون المضرب ناشف مفوش ولا نقطة مية وكمان البولة اللي احنا بنضرب فيها او الطبق ده بيكون ناشف جدا برضو ما يكونش فيه ولا نقطة مية على سان البيض ينفش ويعلى معنا بسرعة لازم تكون كل حاجة ناشفة دلوقتي بقى في المرحلة دي يعني تقريبا ضربت كده لمدة نص بقيقة وصل القوام ده هنزل بقى كمية السكر كلها وهي نص كباية من السكر وحبيبات مش بودرة ولا حاجة يعني شايفين السهولة ولا هنضح عن سكر بودرة ولا هنكلف نفسنا ونشتري سكر بودرة هتحطوا السكر اللي انتوا عندكم في البيت سكر حبيبات طبعا في مرحلة الضرب السكر بيدوب فما تلاقوش من النقطة دي حال ربقى كويس جدا لغاية بقى ما حسن ان الخليط بقى تقيل جدا حواريكو دلوقتي لما ارفع المضرب بيعمل منقار كده بيكون خلاص بقى هو مش عايز ولا محتاج ضرب تاني شايفين ده اللي انا قصدي عليه في المرحلة دي خلاص بنوقف ضرب وبيكون معنا القوام بقى مزبوط جدا وبس كده دلوقتي بقى هنروح للصفار هضيف في المرحلة دي معلقة صغيرة من الفانيليا بتقدروا تستخدم الفانيليا للبودر عادي خالص بس الفانيليا للسايلة اقوى بكتير جدا بتقدر على راحة الزفارة خالص وهضيف كمان معلقة كبيرة كده من الخل الخل بيعمل حاجتين ان هو بيكون محسن طبيعي للكيك نفسه وبيخلي لونه فاتح وكمان بيقدر على راحة الزفارة وبيخلي الكيك اكتر هشاشة دلوقتي بقى هضيف كمان نص كوباية الميا ما تستغربوش من المقادير دي جربوها وحكوموا بنفسكو في الآخر هضرب كده بالمضرب لمدة دقيقة مش محتاجين خالص ان الخليط يتقل ولا اي حاجة هو عمل فوم كده زي ما انتو شايفين بس ما تقلش يعني هنركنو على جنب دلوقتي ونجهز المكونات الجفة وهي عبارة عن كوباية ونص من الدقيق طبعا لازم يكونوا منخلين بيفرق جدا في قوام الكيك وهنزل عليهم معلقة صغيرة من البيكنج بودر ممكن كمان تستخدموا بيكنج صودة بس يكون نص معلقة صغيرة بس هقلب بقى المكونات الجفة دي كويس جدا كده مع بعض وهركينها على جنب ودلوقتي هضيف الصفار على البياض وهقلب كده باليسبات الله شوية شايفين القوام سايل زي ما انتو شايفين كده هنزل بقى كل الكمية وهبتدي ان اقلب شوية دلوقتي عشان سهل انهما يختلطوا ببعض احسن فهنزل كده شوية من الدقيق دي بنزله واحدة واحدة علشان ما يتكتلش طبعا ويعمل كتل هبتدي بقى دلوقتي ان انا اقلب من فوق لتحت كده هنلاقي ان الخليط ابتدى ان هو يمتص ديق كله وهبتدي ان انا نزل معلقتين معلقتين كده من الدقيق واحدة واحدة علشان يختلط معانا بكل سهولة انا هنا مش مسترعلكوا الفيديو عشان تشوفوا السرعة اللي احنا بنقلب بيها المقادير مع بعض شايفين لازم كده نعملها بالراحة علشان ما يطلعش الهوى اللي موجود في قلب البيض ويطلع معانا الكيك هشي كده وطري وحلوه زي السحاب كده دلوقتي بقى انا زلت اخر كمية من الدقيق وهي تقريبا معلقتين كده كبار شايفين ابتدى بقى الخليط يبقى معانا كويس كده وابتدوا يمتزجوا كويس مع بعض حفضل بقى كده من تحت الفوق من تحت الفوق كده اقلب لغاية ما يبقى معانا القوام ما فيهوش ولا حباية دقيق واحدة بينا وهنا لسه فيه دقيق لسه مختلطش فاحنا هنقلب كويس ونحاول نجيب كده من القاع بتاع الطبق علشان ما يكونش فيه دقيق الكلكيع بتاعت الديق دي لو سوتوا الكيك بيها هيعملكوا فراغات مليانة دقيق فاهتموا بالتقليب كويس في المرحلة دي شايفين بقى الخليط بقى نعيم خالص كده زي ما انتوا شايفين وكريمي زي الكريمة بالزبط وده القوام المزبوط دلوقتي بقى هجاه الصاك 30 في 40 لو ما عنده كوش الصاك ده تقدروا تستخدموا اي صنية مربعة كبيرة ما تكونش كبيرة قوي يعني تكون تقريبا في الحجم ده لو قلت شوية او زادت شوية برضو عادي خالص وطبعا لازم نفرش بورقة زبدة علشان يسهل علينا ان احنا نلف الكيك ده في الاخر ونخرجه كمان من الصنية نزلت بقى كل الخليط نحاول بقى في المرحلة دي ان احنا نساوي الوش كويس عشان ما تطلعش حتة وطية وحتة عالية فاحنا نحاول نساويه على قد ما نقدر التسوية بقى المزبوطة لسويس رول مفروض ان احنا في المرحلة دي بنكون شغالنا الفرن وبيسخن على درجة حرارة عالية جدا وبعد كده بندخل الصاك ده في الرافو الوسطاني بيقعد تقريبا 10 دقايق من 10 دقايق ل 12 دقيقة بس ما ينفعش انه هو يزيد عن كده لو سويس رول قعد في الفرن اكتر من كده وانتوا بتلفوه هيتكسر معاكم حاولوا ان انتوا ما تخلوهش اكتر من كده اهم حاجة تكون درجة الحرارة عالية جدا وبس كده بيطلع معانا بعد 10 دقايق وبيكون بالشكل ده مش شرط خالص انه هو يحمر وش من فوق احنا اهم حاجة ان احنا بنحط كده ادينا على الكيك وهو موجود في قلب الفرن لقناه تماسك وبقى تمام ومن فوق كده بيصفر شوية يعني هو مش بيفضل ابيض زي ما هو بيصفر زي ما انتوا شايفين كده ومن تحت طبعا بيكون مصفر برضو وبكده بيكون مزبوط جدا شايفين القوام بتاعه طحفة وطري جدا وبجد في منتهى منتهى الجمال عايز اقول لكم ان المقادير دي تقدروا ان انتوا تعملوا بيها كيك يعني تقدروا ان انتوا تحطوا المقادير دي في صنية مقاس 20 هتطلع معاكم كيكاية مرتفعة وحلوة جدا وتقدروا كمان تحطوها في صنية مقاس 18 هتكون بقى عالية ومرتفعة اكتر دلوقتي بقى انا حطيت ورقة زبدة كده فوق علشان الوش بتاع الكيك يطلع فيها في الاخر وهبتدي ان انا الف كده الكيك هو وسخن يعني اول ما يطلع على طول هحط ورقة الزبدة من فوق هغطيه يعني بورقة الزبدة من فوق وهلفه بيها هسيبه بقى يبرد تماما وهجهز له بقى الكريمة انا استخدمت كوباية من الكريم شنطي اللي هو المحلدة تقدروا تستخدمه اللي هو الخام لو استخدمت كريم شنطي خام لكل كوباية من الكريم الشنطي الخام بتاخد ربع كوباية من السكر وكوباية من المية السائع او الحليب السائع بس يستحسن تستخدمه مية سائع علشان تخلي الكريمة معاكم متماسكة اكتر لو انتوا في جو حر وهتكون صعب جدا انها تسيح دلوقتي بقى كده هفكيت الكيك زي ما انتوا شايفين وهبتدي ان انا احشيه كده بالكريمة على فكرة تقدروا ان انتوا تحشوه اي حشوة انتوا تحبوها ممكن تحشو نوتلا او تحشوه مربى اي نوع بقى من اللي انتوا عايزينه وهيكون بجد حلوة قوية زي نايت كده بيبقى مكتفيين ان هم حشينه مربى او نوتلا او اي حاجة وبس بيكون برضو طعم حلو جدا يعني من الشرط خالص انكم تحشو كريمة ودلوقتي بقى هنلفوا كده كويس جدا واحنا بنلف بنشيل ورقة الزبدة وبندغط ضغطة بسيطة مع اللفة كده شايفين بكل سهولة هيتلف معانا ولا تقصر ولا جراله اي حاجة علشان بجد طريقة مصبوطة مية في المية فانتوا ان شاء الله لما تجربوه هنجح معاكم ان شاء الله من اول مرة مش هتقصر معاكم ابدا وهيكون بجد طحفة وطعمه بجد اكتر من رائع رغم ان احنا مستخدمناش في وصفة النهاردة محسن كيك بس عايز اقولكم ان الكيك طالع خفيف وهش جدا خصوصا ان احنا نعمله بالطريقة اللي احنا عملناها النهاردة يعني امشوا بالخطوات بالضبط وان شاء الله هتطلعوا من ايديكم احسن سويس رول واحلى كمان من الجاهز وده بيكون شكله قبل ما طبعا نضيف الكريمة هقولكوا بقى على طريقة حلوة قوي ليه التزيين ان احنا منضيف الكريمة كده وطبعا كلنا بنلاقي صعوبة في ان احنا ما بنعرفش نساوي الوش الوش بتاع سويس رول بيبقى بيرفكت يعني بيبقى مزبوط فانا هقولكوا تعملوا ايه كلنا طبعا عارفين ورق الفاكيوم اللي بيتباع في محلات منسلزمات الحلواني اللي هو زي ده اظن ان دلوقتي يعني ما ظنش ان فيه حد ما يعرفوش فبتجيبوا من المتر منه تقريبا بخمسة جنيه وفيه اقل كمان فابدأ اعمله بالطريقة دي وفي ثانية بتلاقوا وشه الزبط كده دلوقتي بقى هدخله الفريزر يجمد شوية لازم يجمد قبل ما احنا نضيف عليه الصوص في الاخر انا حطيته في الفريزر ساعتين وبعد كده خرجته وحضيف بقى صوص الكرامل زي ما انت شايفين انا عاملة منه كمية كبيرة كنت مضعفة المقادير تقريبا ثلاث مرات وعملت البرتمان ده تقريبا اكتر من كيلو كمان لو وزنتوها تلاقوا اكتر من كيلو وبمقادير بسيطة وما كلفنيش حاجة خالص يعني بره بيتباع غالي جدا اعملوه انتو في البيت ما ظنش انه هو صعب على اي حد يعني وخصوصا ان احنا عملناه كمان بطريقة اقتصادية جدا حنصب بقى كده على السويس رورو هو طالع من الفريزر متجمد حنغرقه بقى من الصوص ده تقدروا كمان تستخدموا صوص شوكولاتة اسهل واحلى صوص شوكولاتة اللي هو من الشوكولاتة المبشورة ونقلب ده كله مع بعضه طبعا الحليب يكون سخن وعليهم علاقة من الزيت وقلبوه مع بعضه وصبوه لو انتو ما بتحبوش صوص الكرامل صبوه كده على الكيك ده هيكون حلو قوي برضو هيكون لامع كده وحلو ولو حابين انكم تعملوا صوص شوكولاتة من غير الشوكولاتة خالص حتضيفوه نص كباية من الكاكاو على نص كباية من الزيت ونص كباية من الحليب ونص كوباية من الماء السخن وهتقلبوا كل ده كويس جدا مع بعض وهيبقى معاكم احلى سورس شكولاتة من غير الشوكولاتة خالص وهتصبوا برضو بنفس الكلام كده اول ما السويس رول يطلع من الفليزر على طول والفينش النهائي ان انا حطيت كده شوية من الشوكولاتة المبشورة فوق كل واحدة من السويس رول ده عملوا 9 قطع من السويس رول لو قطعطوهم اقل من كده ممكن يطلع معاكم 10 قطع كمان شايفين بجد حلوة اوي شوكولاتة ده حبقى نزله لكم في فيديو تاني عشان طبعا الفيديو ما يطولش اكتر من كده وكالعادة في اخر كل الفيديو بفكركم ان انا لسه مستمر في دعم القنوات الصغيرة للتفاصيل شوفوا اول تعليق تحت وطبعا بدون اي مقابل مادي زي ما اغلبكم عارفين ما تنسوش بان انتو تعبنوا لايك وشير كتير وتشتركوا في القناة واستنوا ان شاء الله الوصف الجاية بكرة ومع السلامة